السلام عليكم مرحبا بكم هذا اليوم الثلاثاء الذي عقد فيه مجلس الوزراء وكالة جلسة اعتيادية لكن تخللتها الكثير من الموضوعات نرحب اليوم معنا في المؤتمر الصحفي بسيد وزير الصحة والبيئة الأستاذ حسن التميمي ليصلت الضوء على جملة من الأشياء المهمة حقيقة في هذه الأيام فيما يتعلق بالجائحة ومستجداتها دعوني أبدأ اليوم بالديباجة التي قدم بها السيد رئيس مجلس الوزراء الجلسة وهي تتعلق أولا بالهجمات الإرهابية على أربيل والمناطق القريبة من المواقع الكنصلية والدبلوماسية في هذه المحافظة هذا عمل جبان أدينا باسم السيد رئيس مجلس الوزراء وكانت هناك أو أوصى الرئيس بلجنة تحقيقية مشتركة من الحكومة الاتحادية ومن حكومة الإقليم وزارة الخارجية من جهتها أيضا أدهنت العمل ببيعا وحقيقة شددت على حماية المواقع الدبلوماسية وبالتأكيد جاري أيضا اشتراكها في هذا التحقيق المسألة الأخرى أيضا القوات الأمنية ألقت القبض على فرق الموت في البصرة تلك التي تشيع الفوضى والإرهاب والقتل والجريمة وكانت فرصة أيضا في مجلس الوزراء أن يتوجه السيد رئيس مجلس الوزراء بالشكر إلى القوات الأمنية وإلى السيد وزير الداخلية تحديدا في ما قدموه من أعمال ومن شجاعة ومن ملاحقة أدت إلى إلقاء القبض على هذه الفرق المجرمة هناك أيضا فيما يتعلق بالإعلامين تعلمون هناك قرارات للجنة الصحة والسلامة ربما ستؤثر على الأعمال كافة في الأسبوعين المقبلين ونحن نعنى كثيرا الحكومة بعمل الإعلاميين صراحة ولذلك خولت العمليات المشتركة في أن تمنح الإعلاميين والصحفيين لها الصلاحية في أن تجيز العمل الإعلامي في أثناء الحضر الكلي والجزئي وذلك لأن تعلمون وزارة الصحة والبيئة عليها الكثير من المسؤوليات وأيضا لديها أعمال متشعبة ولذلك خولت العمليات المشتركة في هذا الموضوع دعونا كالعادة نبدأ بأوضاع مستجدات الجائحة والفرصة سانحة الآن للسيد وزير الصحة بيننا لأن يزودنا بمعلومات كافية عن هذا الموضوع يا الله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اليوم وكالعادة في كل اجتماعات مجلس الوزراء المحور الأول هو لمجابهة جائحة كورونا واستعراض آخر التطورات بهذه الجائحة ابتدأنا اليوم الإجاز بإعلان ظهور السلالة الجديدة وكما أعلننا يوم أمس ضمن مؤتمر صحفي واسع بظهور السلالة الجديدة بالعراق بعد أن تم إدخال المختبرات المتقدمة لتشخيص هذه السلالة وحقيقة أننا استبقنا الأحداث حينما اتخذنا الإجراءات وكنا نعلم أن هناك قد يكون تحور جيني بالنسبة إلى فيروس الكوبيد 19 وأوسط اللجان الاستشارية بعد أن لاحظنا من خلال مركز الرصد الوبائي بزيادة الأعداد ولاحظنا حقيقة أن هناك زيادة كبيرة بالأعداد ولا سيما في مناطق محددة اللي هي جانب الكرخ في بغداد محافظة النجف محافظة كربلا أيضا مع بعض المحافظات والمناطق الأخرى شخصت بعض الإصابات بهذه السلالة الجديدة وكما تعلمون اتخذت اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية العديد من الإجراءات ومن ضمنها اتخاذ إجراءات الحضر اعتبارا من يوم الخميس 18-2021 الساعة الثامنة مساء تبدأ الحضر لأيام الجمعة والسبت والأحد ويكون الساعات المسموح بها بالتجوال من الساعة الخامسة صباحا من يوم والاثنين وستكون هناك أيام للحضر اعتبارا من الساعة الثامنة مساء ولحد الخامسة صباحا لأيام الاثنين والثلاثة والأربعاء طبعا حقا هذه الإجراءات هي إجراءات احترازية لغرض الحد من انتشار هذا الفيروس وقطع سلسلة انتشار هذا الفيروس وتقليل عدد الإصابات أيضا حقا كانت هناك إجراءات اللي هو تعليق الدوام الحضوري بالنسبة إلى الكليات والمدارس الأهلية وإيقاف كافة الامتحانات الدوام سيكون إلكتروني اعتبارا من يوم الخميس الساعة الثامنة مساء مع إيقاف كافة الامتحانات الحضورية لطلبة المدارس الابتدائية المتوسطة الإعدادية سواء الأهلية أو الحكومية وكذلك بالنسبة للجامعات يسمح فقط لطلبة المراحل الأخيرة لكليات الطب البشري بالدوام خلال هذه الفترة وأيضا المراحل الأخيرة لكليات الصيدلة وطب الأسنان كون لديهم تدريب عملي بالمستشفيات حتى لا نؤثر على المستوى العلمي أيضا حقيقة أطلعنا مجلس الوزراء على إجراءات الوزارة والإجراءات المتخذة للحد من اتشار هذا الفيروس ومجابهة هذه الجائحة وأيضا اليوم اتخذ مجلس الوزراء العديد من القرارات التي تساهم بدعم جهود وزارة الصحة ومن هذه القرارات هي تخويل وزارة الصحة التعاقد مع الشركات العالمية المنتجة للقاحات الخاصة بمجابهة جائحة كورونا والشركات التي تقر من قبل الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية والتي تستخدم عالميا خولت وزارة الصحة بتوقيع العقود مع هذه الشركات وأيضا حقيقة دعم جهود وزارة الصحة بمبلغ 100 مليون دولار من البنك الدولي لغرض توفير الأدوية والمستزمات الطبية والفحوصات المختبرية الخاصة بمجابهة جائحة كورونا وأيضا توفير 300 سيارة إسعاف عن طريق وزارة الصناعة تمول أيضا من البنك الدولي بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على استحداث 22 مركز تخصصي للعناية المركزة لحديثي الولادة تنفذ من قبل شركات عالمية رصينة تمول أيضا من البنك الدولي لدعم جهود وزارة الصحة وحقيقة أيضا خولت وزارة الصحة بإعطاء التخاويل إلى الوزارات والشركات العالمية التي تعمل بالعراق بالإضافة إلى السماح لوزارة الشباب للقيام بمباريات الدوري الممتاز بدون حضور الجمهور وبإشراف صحي وبالتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل الوزارة بإشراف وزارة الصحة طبعا حقيقة اليوم أيضا أكدنا ضمن التوصيات على إلزام كافة الوزارات كما تعلمون الوزارات سيكون الدوام 50% أكدنا على إلزام كافة الوزارات بعملية متابعة موظفيها من حيث ارتداء الكمام والتباعد الجسدي وتوفير عدد التعقيم في هذه الوزارات وأيضا نعمل اليوم من خلال المؤتمر الصحفي أن نصر رسالة إلى أبناء شعبنا الكريم أن وزارة الصحة بالرغم من ظهور السلالة الجديدة ولكن الحمد لله وشكر لدينا أبناء تحتية لدينا أمكانيات لدينا فرق مدربة لدينا مستشفيات جاهزة ستستمر عملية تقديم الخدمات الطبية في المؤسسات العامة بشكل طبيعي ولدينا مراكز خاصة بجائحة كورونا ستتولى تقديم الخدمات لدينا طاقة تشخيصية كبيرة بالنسبة إلى السلالات الجديدة عمليا هذا الفيروس لا يختلف من حيث التشخيص والعلاج عن الكوفيد ناينتين ولكن يمتاز بسرعة انتشاره عمليا الفرق الصحية بدأت من اليوم بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الانتشار بالشوارع والأسواق لاتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات بحق من لم يلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من حيث ارتداء الكمام وكذلك استخدام الطرق الوقائية وكذلك بالنسبة لكل الفقرات الخاصة بعجلات السيارات بالنسبة إلى التجمعات ستكون هنا غرامة 25 ألف دينار بحق من لم يرتد الكمام في الشارع وأيضا غرامة 5 مليون دينار واتخاذ إجراءات قانونية حسب قانون الصحة العامة بمن يدعو إلى التجمعات كإقامة الحفلات أو إقامة مجالس العزاء كل هذه الإجراءات هي حقيقة تصب في حفظ الأمن الصحي العراقي وكذلك سلامة المواطن العراقي كما ذكرنا اليوم أيضا تم الاتفاق مع وزارة التربية لتحديد موعد لاحق لامتحانات الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية لحين دراسة الموقف الوضائي من قبل اللجان الاستشارية في وزارة الصحة الحمد لله وشكر اليوم والإمكانيات متاحة في وزارة الصحة نطمئن المواطن ولكن نقول أن هذه السلالة نؤكد أنها سريعة الانتشار وقد تصيب الأطفال وتظهر عليهم بعض الأعراض فلذلك ما نتأمل اليوم من كل الجهد الإعلامي ومن كل المواطنين إلى التوعية وإلى توعية المواطنين وندعو رب العائلة اليوم وندعو كل عوائنا الكريم اليوم للالتزام وتقليل عملية التجوال في الأسواق والبقاء في مساكنهم لحين السيطرة على الموقف الوبائي شكرا جزيلا مع الوزير على هذه الفرشة الممتازة والتفصيلية فيما يتعلق بالجائحة ومستجداتها ونحن نهيب بالعراقيين جميعا هذه مسؤولية الجميع وليست مسؤولية وزارة الصحة والبيئة فقط ما لم يكن هناك تكاتف حقيقي من أجل المواجهة سنقع في المحذور كما نبهت سابقا على ذلك هناك مجموعة من القرارات الأخرى تتعلق بالكهرباء في الحقيقة صوت مجلس الوزراء لأن تتولى وزارة النفط تمويل وزارة المالية ب10 ملايين دولار فقط من أجل توفير الكهرباء لمحافظة الموصل المجلس صوت على هذا القرار بالإجماع أيضا هنا قرار آخر يتعلق بالكهرباء وتحديدا فيما يتعلق بالطاقة النظيفة فقد وافق مجلس الوزراء على اعتماد الإعلان الصادر عن وزارة الكهرباء الاستثمار سبع محطات كهربائية شمسية لتوليد الطاقة البديلة الطاقة النظيفة بمقدار 600 ميجاوات في محافظات كربلاء وبابل والمثنى وأن تأخذ الهيئة الوطنية للاستثمار الإجراءات اللازمة للسير في خطوات الإحالة سيد رئيس وجلس الوزراء في هذا الموضوع تحديدا أوصى بدعم مشاريع من هذا النوع تتعلق بالطاقة الشمسية وتوفير الطاقة النظيفة والبديلة أشار السيد وزير الصحة مشكورا إلى مسألة الدوري الممتاز واستئنافه بلا جماهير السبب في ذلك حاجتنا إلى استئناف هذا الدوري هو أن هناك تصفيات لكأس العالم وهذه الأندية هي التي تتضمن اللاعبين الأساسيين في المنتخب الوطني وهناك أيضا دوري النخبة الآسيوي الذي ستشارك فيه بعض الأندية الرياضية كالزوراء وغيرها أخيرا خول مجلس الوزراء وزارة الموارد المائية تعديل التعليمات لتسهيل تنفيذ قرار استحصال أجور الخدمات في السقاية وما يتعلق بواردات المياه هذا كل ما تطرق له اليوم المجلس ونشدد مرة أخرى على الحصة الأكبر من الوقت الذي نوقشت فيه مسائل مواجهة جائحة كورونا شكرا جزيلا لكم الآن نتلقى الأسئلة تحية طيبة معالي الوزير محمد جليل من قناة الجزيرة معالي الوزير الهجمات التي استهدفت مناطق حساسة في أربيل كالمطار ومناطق أخرى فيها بعثات دبلوماسية قريبة من المطار ملامح هذه الهجمات والطريقة التي نفذت بها هذه الهجمات هي مشابهة للطريقة ذاتها التي نفذت بها هجمات استهدفت مصالح أمريكية في العاصمة بغداد وفي مناطق أخرى تعليقكم على هذا الأمر وفي نفس السياق أيضا معالي الوزير هناك من يرى بأن مجموعات ربما لها امتدادات خارجية هي من قامت بهذه الهجمات تعليقكم شكرا جزيلا بالواقع في الديباجة التي قدم فيها رئيس مجلس الوزراء هذا المجلس هذا اليوم شدد على شيء واحد ابعاد العراق عن الصراعات الدولية كل هذه الاستفزازات وهذه الجرائم وهذه الهجمات الإرهابية هدفها واحد أن يبقى العراق ساحة للصراعات الإقليمية والدولية إذن هذا الهدف إذا ما وضعناه نصب أعيننا سنتفهم كيف نتعامل مع مثل هذه المعضلات وهذه التحديات الحكومة الآن هي التي تقوم بدور التهدئة وليس إشعال مثل هذه النزاعات هذه الأعمال الإرهابية مدانة بالتأكيد وهناك لجنة تحقيقية تتعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للكشف عن ملابسات هذه المسألة محمد جبار من القناة العراقية الإخبارية معي وزير بخصوص الموازنة عن اللجنة المالية النيابية تقريبا أنهت كل التعديلات والنقاشات ولم تتبقى سوى حصة الإقليم كحكومة ما هو رأيكم بما أنجزته اللجنة المالية وادخلته من ملاحظات ومناقلات وبخصوص حصة الإقليم يعني هل هناك جهد من أجل حسم هذه القضية وسواء الآخر لو سمحت لي معالي وزير الصحة ذكرتم أن التعليم سيكون الكترونيا لكن ماذا عن الانتحانات كان يفترض أن تكون هناك انتحانات نصف السنة فما الذي سيحدث بهذا الخصوص؟ شكرا جزيلا باللسفة للموازنة ليست مجلس النواب من أنجز أعماله فقط الحكومة أيضا حينما تلقت الموازنة بتعديلات مجلس النواب عقدت الاجتماع في الأسبوع الماضي وأنجزت ما عليها سراعا يومين فقط كل الوزارة شاركت في معالجة التعديلات وإبداء وجهة نظر الحكومة بقيت عقدة أو مسألة الإقليم والموازنة مع الإقليم هناك في هذه اللحظة وفد من حكومة الإقليم في بغداد ما زالت المفاوضات جارية للوصول إلى حل أخير ونهائي ولذلك نحن ننتظر هذه المفاوضات الجارية في هذه اللحظة مع وفد الإقليم مع الوزير الصحر يعني حقا نذكرت في بداية حديثي أن كل الامتحانات ستؤجل كل الامتحانات بالنسبة للدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية والكليات سواء الدراسات الأولية أو الدراسات العليا كما تعلمون حضر التجوال يبدأ يوم 18-2 ولمدة أسبوعين خلال هذه الفترة لا توجد أي دوام بالكليات بس نذكرنا التدريب بالنسبة إلى المراحل الأخيرة للكليات الطبية أما الامتحانات ستؤجل إلى أشعار آخر لحين تحديد ومراقبة الموقف الوبائي وما تقرر اللجنة العليا للصحة والسلام الوطني فالامتحانات نصف سنة ستؤجل بإن الله السلام عليكم محمد الزهيري مراسل العهد السؤال موجه إلى معالي وزير الصحة معالي الوزير ذكرت أنه الآن خولت وزارة الصحة للتعاقد على اللقاح مع العلم أن الدول المحيطة للعراق جميعها باشرت بالتلقيح مواطنيها ما هو سبب تأخير هذا؟ لا لا حقيقة لا تفهم الرسالة خاطئة تخويل وزارة الصحة كما تعلمون تطلب الشركات تخويل من مجلس الوزراء وهذا معمول بي مع كل دول عالم نحن لدينا اتفاقية مع مرفق كوفاكس وأكدنا أن اللقاح سيصل للعراق في الأسبوع الأخير من نهاية الشباط وأيضا مع سينوفار شركة فيزر ولكن هناك أيضا شركات تحتاج إلى تخويل من مجلس الوزراء كما تعلمون اليوم كل دول عالم بعض الشركات تطالب تشريع قانون من قبل البرلمان وما حصل مع بعض الدول فلذلك وزارة الصحة تفقت لدينا 16 مليون جرعة جاهزة إن شاء الله ستبدأ وصولها العراق في نهاية شهر شباط ولدينا مليون وخمسمائة ألف أيضا جرعة من شركة فيزر الوزارة اتخذت الإجراءات وأبرمت العقود ولكن هناك شركات أخرى ستقر من قبل الهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية تحتاج إجازة من مجلس الوزراء لغرض الشروع بالتعاقد أيضا قبل السؤال أحب أعلق لو في مجلس الوزراء أنا نفسي سألت سؤالة للسيد معالي وزير الصحة عن تلقي بعض البلدان العربية لجرعات اللقاح وما زلنا نحن ننتظر حتى نهاية الشهر الثاني كانت هناك ملاحظة أن بعض البلدان العربية تفشى فيها المرض تفشيا كبيرا وهي الشركات تسعى حقيقة لأن تضع في سلمها أولويات للبلدان الذي ينتشر فيها الوباء نعم حسب هذا فأيضا هذا سبب آخر هيث المزمان رئيس حليل جريدة اليقظة فوجئ الوسط الإعلامي بقرار خلية الأزمة في الحد من حركة الصحفين خلال فترة الحضر في حين كان لابد من تسهيل عمل الصحفين لتسليط الضوء على جهود عمل وزارة الصحة توعية للمواطن بحضر وبقطورة الانتشار الوباء أنا وضحت في بداية هذا المؤتمر أن هناك تخويلا للعمليات المشتركة بإدارة هذا الملف ملف الإعلاميين والصحفين ومع ذلك أتيح الفرصة لسيد وزير الصحة لأن يتحدث عن هذا الموضوع كما تعلمون ضمن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية كان هناك قرار خول وزير الصحة حصريا بإعطاء التخويل إلى الإعلاميين وإلى الصحفيين وحقيقة كنا متواصلين ولكن تعلمون حجم العمل على وزارة الصحة وانشغال وزارة الصحة بموضوع مجابهة جائحة كورونا أطلبنا بأن يكون التخويل للعمليات المشتركة حقيقة حتى يتم بصورة مباشرة نحن طالبنا العمليات المشتركة بتسهيل عملية حركة الإعلاميين كما تعلمون نحن كوزارة الصحة مثل ما ذكرت حضرتك نعتبر الإعلام هو جزء لا يتجزئ من جهود وزارة الصحة سواء بنقل رسائل الوعي والتثقيف أو بتغطية إنجازات وزارة الصحة كما هنا أود أن أنوه أن وزارة الصحة وعبر مركز العمليات خصصت أرقام ستعمم لكل وسائل الإعلام لمتابعة طلبات المواطنين فيما يخص مراكز كورونا أو الإصابات أو وجود أي مشكلة أو صعوبة بالتواصل مع المراكز للحصول على الخدمات العلاجية فيما يخص مجابهة جائحة كورونا وتسهيل عملية حركة نقل سيارات الإسعاف ونقل المواطنين من منازلهم في حال احتياجهم للوصول إلى مراكز كورونا اليوم دولة الرئيس وجه بأن العمليات المشتركة تقوم بعملية تسهيل منح التخاويل إلى الجهات الإعلامية والصحفية وكما تعلمون إحنا اليوم كوزارة الصحة ممكن نتيجة لتواصلنا مع الشركات العالمية تواصلنا مع اللجان العلمية إن شغالنا قد تصعب عملية حصول على التخويل بسهولة فلذلك تم التخويل إلى العمليات المشتركة لتسهيل عملية حصول الأخوة الإعلامية والصحفيين على هذا التصريح بالتجوال خلال فترة حاضر التجوال السلام عليكم نعم السلام عليكم سعد البدراني رئيس تحريص صحيفة الإعلام دكتور ماذا قدمت وزارة الثقافة حول إعادة المؤسسات الفنية مثل المسرح ودور عرضة سينمائية لما تشكلهم هذه من صروح حضارية وثقافية كوني عميد محدفلون الجميلة ارتباطنا في وزارة الثقافة وفي الصروحها الموجودة حاليا في العراق نريد أن نعرف هل بإمكان افتتاح هذه المسارح وهذه الصروح بالقريب العاجل بعد جاحت كورونا وسؤال شق ثاني العفو حول الصحفيين منحة الصحفيين هل موجودة لهذا العام شكرا جزيلا على هذا السؤال الذي ينقلنا إلى جانب آخر فيما يتعلق بالمسارح والصحفيين لأنتهي من الشق الثاني من سؤالك فيما يتعلق بمنحة منحة الصحفيين نحن قدمناها في مجلس الوزراء وصوت عليها المجلس مشكورا وذهبت إلى مجلس النواب وبقيت في الموازنة وهي ماضية ان شاء الله المسألة الثانية فيما يتعلق بالمسارح يعني حضرتك متخصص وبالتالي تتابع ما ينجز بقضية المسارح المسرح الوطني مؤهل ويقوم بأعماله هناك في المسرح الوطني أيضا لدينا مسرح آشور أيضا منجز وتقوم عليه أعمال ما زال لدينا مسرح الرشيد مسرح الرشيد ما تعرض له من احتراق كبير تعلمون الآن دائرة السينما والمسرح في وزارة الثقافة تعمل بجد وجهاد حقيقة في إصلاحه طابقا طابقا ابتدأنا بالمسرح وأنجز والآن عليه تدريبات وذهبنا إلى الطابق الأول ثم الثاني ثم الثالث والآن نعمل في الطابق الرابع شكرا جزيلا لكم